شهدت قرية الألفي التباعة لمركز قفر سعد في دميات انتلاق قافلة طبية شاملة على مدى يومين ضمن الرهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 12 عيادة خصوصية بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحليل معملية كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية القرية هنا من ضمن القرى التي نستهدفها بالقوافل للاجئة لأنها بينطبق عليها معايير إقامة القوافل بتوعد من القرى البعيدة والمحرومة من الخدوات الصحية القرية هنا ما فيهاش واحد صحية فبالتالي نستهدفها وكمان بعيدة ومحرومة فبالتالي نستهدفها بالقوافل القفلة النهاردة طبعا قبل ما بننزل القرية أو قبل ما بنعمل القفلة في القرية بنرجع مركز المعلومات اللي عندنا وبنرجع قاعدة البيانات اللي موجودة معينا بنشوف الاحتياجات الصحية الخاصة بالمكان بنشوف إيه التخصصات الطبية اللي هنبدأ نوفرها في القرية إيه أكثر أدوية ومستلزمات وتخصصات كانت موجودة معينا في آخر قفلة فبالتالي بنوفرها بشكل كبير في القفلة اللي هنقيمها القفلة الطبية طبعا جات علينا السنة اللي فاتت ومن الحدث اللي عملته احنا كنا في استقبالها السنة دي بكل سرور لأن القفلة العلاجية فيها كل التخصصات الطبية فإشعاته فاتح حليل فيه إقبال من الجمهور على الأماكن العلاجية يعني ما شاء الله يعني ناس كلها متعاونة وبنشكر الصحة وبنشكر اللقم وبالإنجاز العظيم ده العمل لخدمة أهل البلد وأهل القرية الحمد لله دكاترين الميامية والله وقبلهم قبل حلوة وكشف عظام وكشف بطني وجراحة أنا نكسل النهاردة كشفت بطني ونظر وكويس جدا التكاتر كان أسلوبهم كويس جدا وهما كانوا كويسين جدا يعني أسلوبهم تردتهم كلام حلو الحمد لله أنا نهاردة كشفت والدكاتر جابولي علاج وقبلوني أحسن معابلة